سعنا برضو بمصر بريل الراجل جاء عمل التصنيف عشان يوسع القاعدة وخلي عدد معين للدور الممتاز عدد معين للدور المحترفين التصنيف ده ربا يعني هناك بعض الحكام ظلموا فيه لنفرضوا يكونوا في مستوى أعلى على حسب قول الحكام وعادتنا مع اللجان لكن بالرغم من كده في بعض القرارات اللي أثرت على نتائج بعض المباريات احنا بنعترف بكده ونحن بنرجع لجنة الحكام وشرط ما فيش شكوى بتيجي من نادم الأندية إلا بيتم درستها بعناية جدا 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 وبنقعد مع بريرة بالساعة وبالساعتين وبالتلاتة أخيرهم من الأسبوع الماضي تلات ساعات قاعدين معاها ومعالكات محمد فاروق لما لقينا اللغة كبيرة جدا بتقولوا ايه يا دكتور حاجة؟ هولك حاجة بنقول ايه تعالى هاتلي المباراة دي اللي في أزمة رأييكو ايه؟ احنا شايفينها كذا انت ممكن يقنعني ويقولي برأيي تاني لا انا ممكن اقولي يا درب الجزاء يقنعني بشغل الحكام وبصورة قدامنا اللي هي مش ركة جزاء ويشرحان هل انت اسمح لي وظيفتك اتحاد كورة انك تقعد مع رئيس تاني الحكام تنقشه في الحالات ولا تنقشه في رؤيته وتطوير التحكيم في مصر وامكانيات التحكيم في مصر حاكتين ده بننقشه فيه من اتنين فيه سلبيات في الحتة دي علاقها ازاي علاقها انا محتاج تدريب على الفار ماشا عاملين تدريب على الفار لأسبوع اللي جاه هاي تمام لما قال احنا شايفين برضو تخبط ما بين احيانا حاكم السابق وحاكم الفار لكن لما جينا نقيس الحالات هو قال 8 مباريات اللي نتيجته اثرت على نتيجة المباراة من اجمالي مئتين وسبعين مباراة او مئتين وواحد وسبعين خليونا سيدي عاشرة اتناشر بالنسبة دي ولا ايه لا طبعا لما ناقشته في الحالات كان الهدف مباراة الزبالك والمصر الشغيرة لعباية الجدل لكله لا 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 اطلاقا انا عندي شكاو من عنديها كتير اقول له نادي سين بشكل من مباراة وكذا ايه اللي فيها من الراجل عامل قدام طاقم كان فلان وفلان انا شايف ان الكرة دي ما تستعيلش الشكوى لان هي عبارة عن كذا كذا وبيش رحنا طيب الحكم ده اخطأ هنعمل ايه وبرضو النادي ده بيصرف لازم اللي انا ادرب الحكم بتاعي طبعا انت كاتحاد كرة بتشوف ان الحكم اللي اخطأ موجود في مباراة بعدها على طول من اللي قال انه هو اخطأ وكان موجود في مباراة على طول طاقم تحكم مباراة الزمالك والمصري من وجهة نظرك ووجهة نظري ممكن لها هو اخطأ لكن هو رئيس تانيك الحكم مش شايف هو اخطأ احنا حللنا الحاجة بالتفصيل تمام الزمالك ربما اصابه الضرر في بعض المباراة وايضا استفاد من اخطأت الحكمية في مباراة استفاد من اخطأت الحكمية في مباراة تاني كل الفرق كده على طول لكن لما بيلاقي حالة ما فيهاش نقاش لازم نقف عنده لازم نقف عنده فاحنا شغالين على تدريب حكامنا على الفار عملنا تعديل في اللجنة ان الرجل حينته عقده في ناية اغسطس فخلاص بقى مش هشيله ودي شرط جزايا في فضل شهرين اه هو مش مكمل بليرة خلاص خلاص يعني احنا المرحلة هتنتي وحنقود خلاص يعني اه بليرة خلاص مش الغالبية تتجد الغالبية تتجد ويبقى اللي جاي مصري والأجنبي والله بقى يعني ايه معاكوا دولارات تاني شنقلدوا حطوا شيء عندنا ناس كويسة جدا بس عندي يعني مش عاوز اقول لي اتنين الكبار كابتن جمال غندور بقيمته كابتن اسامة فتاح كابتن احمد الشناوي عندك ياسر عبدالرقوف سامير واصمان عندك توفيق السيد يعني في الاسماع عندك تامير دوري عندك جاهد جريشة عندك محمد فاروق اللي موجود عندك اسماع كتير جدا بس ايه ندوم الثقة ندعمهم يا سيدي اذا اللي انا فهمته منك انه اللي جاي بعد البريرة غالبا هيبقى مصري ان شاء الله ما فيش اجنبيتين بالنسبة كبير واقول لك حاجة بصراحة ونقعد معاك كده ارجوك يا جماعة بلاش فكرة الاجنبي اللي عرفاضي يعني انا معاك برضو انه لو اجنبي جاي اتطور او هيفيد او هيبقى فارق كبير عن المصري اهلا وسهلا بس انا عاوز اقول لك حاجة ما انتش ملاحظ اللي عندنا عدد من الحكام الصغيرين اثبتوا كفاة كبيرة جدا بصراحة اوه ضفوا الحكام الكبير بصراحة اوه ده مش هيبقى زخم لك في موقع طبعا انا السفات تبدي واللي جاي السفات تبدي وفي الدرجات القادمة كمان اشتركوا في القناة